اهلا بكم من جديد لازمنا معكم في برنامج وراء الحدث قال رئيس مجلس السيادة السودانية الفريق اول ركن عبدالفتاح البرهان انه لم يطلب دعما عسكريا خلال جولته الاقليمية الاخيرة وفي مقابلة مع وكالة رايترز اكد البرهان انه يفضل التوصل الى حل سلمي للصراع تصريحات البرهان جاء بعد يوم من كلمة مصورة لقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو قال فيها انه مستعد لوقف اطلاق النار واجراء محادثات سياسية ازمة امنية وسياسية كبيرة يعيشها السودان على وقع السراع المستمر بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف ابريل الماضي وفي ظل هذه الازمة يطالب المجتمع الدولي الطرفين بالسعي لايجاد حل سياسي للصراع الذي اودى بحياة الالاف وتسبب في نزوح ملايين المدنيين قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان اكد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم المتحدة في نيويورك ان الجيش يمضي في مساري المفاوضات والعمليات العسكرية لافتا الى تفضيله للمصار التفاوضي وتفاؤله بالوصول الى نتيجة من خلاله مسار المفضل الينا هو مسار المفاوضات لدينا في جدة ربما رؤية متفائلين بانها ستصل الى نتيجة ايجابية اشدد البرهان على ان جولته الاقليمية الاخيرة لم تستهدف طلب الدعم العسكري كما اوضح ان الغارض من الزيارات كان البحث عن حلول وطلب من الدول المجاورة المساعدة في وقف تدفق المرتزقة والمقاتلين الاجانب لتعزيز صفوف قوات الدعم السريع طبعا الزيارات الغرض منها اولا شرح الموقف للاغذقاء السودان والجيران على الجانب الاخر وبينما اعرب قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديجلو عن استعداده لوقف اطلاق النار واجراء محادثات سياسية لحل الازمة لم تنعكس التصريحات الايجابية نسبيا لطرفي الحرب على واقع الحال في السودان اذ تجددت الاشتباكات بين الجيش والدعم السريع في معظم جبهات القتال بمدن ولاية الخرطوم فيما يتطلع شعب السودان الى حل جذري يعالج اسباب الصراع ويمنع تجدده في المستقبل نرحب بضيفنا من العاصمة القاهرة سيد اللواء با بكر ابراهيم الخبير العسكري السوداني ومن العاصمة باريس سيد محمد الاصباط الكاتب والباحث السياسي سيد اللواء با بكر ابدأ معك اولا في القاهرة لماذا طرأ الى مخيلة البعض ان البرهان قام بهذه الجولة الاقليمية ليطلب دعما عسكريا فاضطر البرهان الى نفي ذلك السلام لكم ولمشاهدينك وضيفك في باريس اولا انا اعتقد من واقع متابعة للحرب في السودان انا لا اعتقد ان البرهان يحتاج الى دعم خارجي بل انه لديه احتياط من الغوات الاحتياط لم يستعملها حتى الان لكن الجولة كما قال لشرح وجهة نظر السودان لاستثمار النجاح الذي حصل في الحرب لا اتوقع ان البرهان يريد حتى في الوقت الحاضر سيد اللواء انت لا تتوقع لا تتوقع ان يكون الجيش السوداني بحاجة الى مساعدات او دعم عسكري ولكن لماذا اضطر البرهان الى نفي ذلك الى نفي ان هذه الجولة كانت لطلب دعم عسكري ربما يخطر على بال المجتمع الاقليمي والمجتمع العالمي ان السودان محتاج الى دعم وخاصة ان الحرب هي حرب عالمية بامتياز هي تغودها دولة اسرائيل والماثونية العالمية ولأول مرة تقف الولايات المتحدة في خندق يختلف عن الماثونية العالمية واسرائيل الان الولايات المتحدة هي مستقبلا هي الحليف للدول الافريقية الاسلامية التي يتواجد فيها الموارد الاقتصادية فلا يريد البرهان ان يرسل الى المعسكر الاخر الاسرائيلي الماثوني ان السودان يريد ان يطور هذه الحرب الى حرب ربما تصل الى حرب عالمية طيب ساذهب بما تفضلت به الى ضيفنا في العاصمة باريس سيد محمد الاسباط سيد الاسباط الى اي مدى تتفق مع ضيفنا في العاصمة القاهرة بان ما يجري في السودان هو ليس مجرد نزاع داخلي بل هي حرب عالمية وان اسرائيل لها علاقة بهذه الحرب الدائرة في السودان طبعا يعني الكلام ينافي الواقع تماما اذا كان لاسرائيل حليف في السودان فهو البرهان لا يوجد اي سياسي سوداني على علاقة مباشرة ومعلنة وموثقة ومبزولة مع اسرائيل سوى عبدالفتاح البرهان صحيح ان هناك اياد اجنبية تدخلت في الحرب السودانية هذا الامر واضح لا لبس فيه وانا يعني انت لم تسألني ولكن اجيبك لماذا يعني اضطر البرهان الى الاعلان عن عدم وجود عدم طلبه لدعم عسكري لانه ظهرت اسلحة حديثة في الحرب خلال الشهر الماضي على قل تغدير اول ثلاثة اسابيع الماضي ابرزها التحقيق الذي اجرته قناة CNN عن استخدام اسلحة اوكرانية بالغة الدقة في الهجوم على بعض مواقع الدعم السريع ايضا الدعم السريع حصل على اسلحة خلال الشهر الماضي بدليل الكثافة النارية التي عرفها الاسبوعين الماضيين من قبل الهجوم قوات الدعم السريع على الغيادة العامة وعلى المدرعات وعلى سلاح المهندسين وعلى الابيد وفي مناطق عديدة الجنرالين تلقيا خلال الايام الماضية اسلحة من الخارج طيب ولكن انت اعطيتنا اجابة دبلوماسية في الجزء الاول من الاجابة عن هذا السؤال سيد الاسباط هل هناك بالفعل علاقة بين اسرائيل والحرب الدائرة في السودان كما يقول ضيفنا في القاهرة اسرائيل لديها علاقة مع طرفي الحرب وهذه العلاقة كما ذكرت لك هي مبزولة ومعروفة يعني القوات الدعم السريع لديها علاقة باسرائيل ونائب غاية الدعم السريع وغاية الثالث دعم السريع زار اسرائيل والتغى بمسؤولين من المخابرات الاسرائيلية في الخرطوم وهذه اشياء معلنة البرهان التغى مع بن يامين نتنياهو في عن تيبي وزاره وزير الخارجية الاسرائيلي في الخرطوم التغى بالبرهان والتغى بحميتي يعني طرفي الحرب لديهم علاقة مع اسرائيل وبالتالي اذا كانت هناك علاقة لاسرائيل بهذه الحرب هي علاقة مع طرفي الحرب صحيح ان كما ذكرت لك ان هناك تداخلات دولية هناك قوات دولية الان تدعم كل الطرفين وهذه يعني معلومة لكل المراغبين وكل المحللين طيب نريد ان نعرف ولكن السؤال لك سيد الوابى بكر ابراهيم في العاصمة القاهرة البرهان تحدث عن مرتزقة واجانب يصلون الى السودان من اين يأتون ومن يرسلهم أنا قبل ان اجيب واضح المرتزقة اخر مرتزقة وصلوا من دولة اليمن وهذا يدل على ان الحرب حرب عالمية بامتياز وانا اقول لك لم يحن الوقت لكشف اسرار الحرب في السودان لكن انا اقول لضيفك اعطيه معلومات مجانية قبل ايام او اسبوعين اكتشف الجيش السوداني ان منظومة القيادة والسيطرة التي ضربها وان الجيش الدعم السريع تسير عملياته على ما يرام ان قرفة العمليات الاصلية موجودة في تل ابيب وانهم ان الجيش اكتشف وحدة من يديرها اجانب لديهم شاشات وكل العاصمة مزودة بكاميرات بحيث ان غرفة العمليات في اسرائيل ترى دبيب سيد اللواء هذه المعلومات خطيرة نعم انا لازلت معك سيد اللواء المعلومات التي تتفضل بها هي معلومات خطيرة هل لديك ادلة عليها وازيدك ازيدك في الخطورة ان اسرائيل ونريد ان تزيدنا في الادلة ايضا سيد اللواء نعم 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 تمهل تمهل اسرائيل معركة الخرطوم ما يلي اسرائيل صحيح انها اسرائيل توطنت في فلسطين لكن اسرائيل وكل العالم يعلم كما ظهر حديثا ان الموطن الاساسي لدولة اليهودية هي في الخرطوم حيث ذكر القرآن الكريم ان دول دولة الانخار هي الخرطوم وهذا اصبح شيء معلوم عالميا سيدنا موسى كان في الخرطوم وتابوت سيدنا هاروم في السودان لذلك فان كل العمليات التي يقوم بها الدعم السريع من تهجير ومحمو زاكرة السودانيين من ارشيف الشهادات البلادية وارشيف الأراضي والمتاحف كل ذلك عمل اسرائيلي يدار من مركز العمليات في اسرائيل وكان من المفروض ان تنتهي الحرب في الساعات الاولى بقتل البرهان وبعد ذلك يتم تهجير السودانيين لتنتقل اسرائيل الى دولتهم الاساسية في مقرن النيلين هذه الخطة الاساسية طيب وضحت تماما طيب سيد محمد الاسباط اعود اليك في العاصمة باريس البرهان قال انه يفضل الحل السياسي ودقلو قال انه مستعد لاجراء محادثات سياسية ان كان الكل يريد الحل في السودان ويريد التفاوض يريد النقاش اين المشكلة الكبيرة هنا؟ المشكلة الكبيرة في ان ما يقولونه مجرد حديث مرسل للإعلام والمجتمع الاغليمي والدولي اكبر دليل على عدم رغبة الطرفين في الوصول الى سلام هو الخرق الدائم لأي اتفاق تم بينهما عبر منبر جدة كلما يتفغان على وقف الاطلاق نار او هدن اليوم او اليومين يقرقها الطرفين هذين الرجلين الجنرالين يتوهم كل منهما بانه يستطيع ان يلحق الهزيمة بالاخر وليس لديهم حد ادنى من الحساسية تجاه حق الحياة بالنسبة للسودانين وهناك ادلة عبر التاريخ القريب جدا للسنوات الاربعة التي تصدر فيها الرجلين المشهد السياسي لم يقدمها للسودانين سوى القتل بدءا من الفضل عنيف لاحتصام الغيادة وقتل المتظاهرين بشكل يومي منذ 2019 وحتى 15 ابريل والقتل اليومي العنيف منذ 15 ابريل وحتى اليوم كل هذا يؤكد ان الرجلين ليست لديهم حساسية تجاه حق السودانين في الحياة كل الرجلين ليست لديهم اي رغبة في الوصول الى تسوية متفاوط عليها كل الرجلين يتوهم انه يستطيع ان يلحق الحزيمة بالاخر دون اي مراعى لمئات او ملايين السودانين الذين يعانون يوميا الناس اليوم في السودان تموت جوعا وعطشا الناس في السودان اليوم تموت بسبب نقص في ابسط انواع الادوية يعني الادوية المنقذة للحياة غير متوفرة المستشفيات يعني اكثر من 70% غير ما لا تعمل سبع ملايين سوداني مهجرين بين نازح داخلي ولاجئ خارج البلاد ورغم كل ذلك ما زالت الحرب تمضي بشكل يومي وهم يعني ليست لتديهم حساسية تجاه ما يعانيه السودانين طيب دعني اذهب بهذه النقطة سيد محمد الاصباط دعني اذهب بهذه النقطة الى ضيفنا في العاصمة القاهرة سيد اللواء بابكر ابراهيم سيد اللواء لماذا يكثر الحديث عن الحل في السودان بينما دائرة المعارك بالفعل هي تتسع على الارض مرة اخرى اهدي لضيفك في باريس معلومة مجانية ليس هناك جنرالين يوجد جنرال واحد هو البرخان اما الجنرال الحميتي فقد مات وشبع موتا اما ما يختص بسير المعارك وفي نفس الوقت هناك البرخان يرسل اشارات بان هناك فرصة للحل السلمي اولا اقول لك ان البرخان ليس لديه استراتيجية لوحده انما استراتيجية البرخان مربوطة باستراتيجية الغوات المسلحة الغوات المسلحة من واقع المعلومات التي قلتها لك ليس هناك انصاف حلول في هذه الحرب فان هذه حرب مصيرية ليس فيها انصاف حلول ولذلك فانا اقول ان الغوات المسلحة ترى ان الحرب قد انتهت بمعنى انها كانت تسير في اتجاه ان تتحطم الغوة البشرية الى العدد الغليل الذي يسمح بقوات الجيش بتخول الى الخرطوم دون خسائر لكن كما وضح لكم من سؤالك ان هذه القطة تأخرت لان العدو يقوم باضافة قوات من مختلف الجهات حتى العرب الشتات في افريقيا فانهم احجموا عن الحضور الى الخرطوم نسبة للعدد الكبير من الوفيات مما اضطر العدو اللي هو اسرائيل لجلب قوات من اليمن على اساس وهم على امتداد الحرب يقومون بنظرية يسمونها الكوآكسيا الفجل او الرؤية داخل الرؤية فيسهبون الى عرب الشتات ويقولون لهم نحن نستطيع ان نكون لكم دولة الشتات ويسهبون الى اليمن ويقولون لهم ان السودانين ستعدوا عليكم فتعالوا نتيكم فرصة لتردوا عليهم لكن في الاساس ان العرب الشمال واليمنيين ما هم الا اداة لدى اسرائيل والماسونية للوصول لهدفهم الاساسي وهو السيطرة على السودان دون ايراغة دم اسرائيلية او ماسونية طيب تفضلت بعبارة فقط اريد ان اراجعها معك عندما قلت ان حمدتي قد مات وشبع موتا ما الذي تقصده بذلك اقصد ان حمدتي قد مات وكل ما يجيء في الاسافير ما هو الا صحيح انهم كل فترة يجودون التكنيك الزكاة الاصطناعي اما في الموقع الاخير طيب ولكن يوم الخميس الماضي كانت هناك كلمة يوم الخميس الماضي سيد اللواء كانت كلمة مسجلة لحمدتي وجهها الى الجمعية العامة للامم المتحدة اذا كلمة كانت مصورة نعم حتى المصور انا هناك عشرات الاخطاء كيف سيد اللواء نصدق ذلك كان الكرسي الذي يجلس فيه الحمدتي يتحرك بينما حمدتي سابق وهناك عشرات الاخطاء في زكاة الاصطناعي انما انا اقول لك ان فحو الكلمة صحيح يعبر عن الدعم السريع هذا هو الحقيقة الوحيدة في هذا التسجيل لكن كل هذا التسجيل مفبرك وهو زكاة الاصطناعي ما جاء في المحتوى الخطاب من ان الدعم السريع يقدم يده اليمنى بحيث انه يقدم السلام ويستطيع ان يدخل في محادثات السلام رد عليهم البرهان بانه لا مانع لكن انا اقول لك ان البرهان لديه محددين المحدد الاول لا يستطيع ان يدلي بشيء خلاف الخطة الاساسية للجيش الشيء الثاني ان البرهان هو لديه سلطات بصفته الغايد العام للغوات المسلحة وبصفته رئيس السودان هذه الغوات امامها امرين اما ان تكون تتواجد داخل الخطوم حتى ان تفنع عن بكرة ابيها واما ان تقدم الى محاكمات والمحاكمات كلها كل المواد التي يقدمها النائب العام حكمها هو العدام لكن من سلطات الغايد العام للبرهان ان يحفو عن هؤلاء المتمردين وانا اعتقد ان ما يقوله البرهان من ان هناك فرصة للسلام هذه الحيث هذا هو الحيث البسيط الذي يمكن ان يتحرك فيه البرهان البرهان ممكن ان يقول لهم يمكنكم ان تذهبوا للمحاكم ويحكم لكم لكن من سلطاته ان احفو لكم هذا يقودنا سيد الواء سؤال اخر ولكن لو سمحت لي الى ضيفنا في العاصمة باريس السيدة محمد الاصباط سيدة محمد ان كان الحديث عن سلام في السودان وعن مفاوضات ومحادثات هو ليس فقط سوى للاستهلاك المحلي الخطوة الاولى للسلام وليقاف آلة الحرب من اين تبدأ بالضبط في السودان اذا اولا يعني لو سمحت لي انا احتزل لكل افراد الشعب اليمني العزيز الشعب الصاحب الحضارة والشعب الذي تربطنا به مصاحرات وتربطنا به علاغات تاريخية انا احتزل لهم عن هذه التهمة التي استرخصت هذا الشعب العظيم واحتبروه مجرد مرتزقة وعبد الماسونية انا احتزل لكل يمني في كل مكان في العالم ثانيا بالنسبة لسؤالك نعم ولكن هو ضيفنا في الطاهرة لم يربط ما بين الماثونية ولا اليمن يعني هذا كان في سياق وهذا في سياق اخر لهو تحدث عن المرتزقة اليمنين احتبر اليمنين يعني احتبر الزكرة قال ان اليمنين المرتزقة الان يأتون بهم من اليمن وان هذا الامر تقوم به الماثونية عن طريق اسرائيل انا احتزل نيابة عن قسم واسع من السودانين لا ادعى انه وسل السودانين كلهم ولكن احتزل عن قسم كامل من السودانين قسم كبير من السودانين للاخوة اليمنين عن هذه التهمة واربع بسودانين من اتهام اشقائنا اليمن بهكذا اتهامات نعم هو لكن لم يتحدث عن كل اليمن هو سيد محمد الاصباط ولم يتحدث عن كل اليمن ولم يتحدث عن الدولة اليمنية غض النظر ارجو ان يكون ذلك واضح غض النظر غض النظر هو قال هو قال مرتزقة يمنيين طيب لم يقل كذلك لنجيب عن السؤال تمام تفضل بالنسبة بالنسبة لسؤالك الخبرة التي تصيد فيها البرهان وحميات المشهد هذه الخبرة طوال هذه السنوات الاربع الرجلين يقولان شيء ويفعلان عكسه الرجلين تاريخهما منطخ بدماء السودانيين الأبرياء سواء كانوا المتظاهرين سواء كانوا المحتصمين سواء كانوا الأبرياء ضحايا مطحنة الحرب التي نحن نعيش في شهر السادس وبالتالي ولم يصدر عنهم أي عهد أو ميساق من أي من الرجلين سواء كان الحمياتية أو البرهان لم يصدر منهم أي عهد أو ميساقهم يعني التزموا به دائما عرفوا بالتمادي في نقض العهود والمواسق سواء كان ذلك الوسيقى الدستورية أو سواء كان ذلك بالتالي سيد محمد الأصباط لضيق الوقت وفي أجالة إذا تكرمت من أين نبدأ الوضع الطبيعي أن يسهب الفريغية التفاوض إلى جدة ويستأنف المفاوضات وأن يبدأ وقف الإطلاق النار حتى يلتقط الناس أنفاسهم حتى يداو الجرحة والمرضى والمصابين يعني أن تعيش الناس حياتها الطبيعية الابتدائية القلطوم يا سيدي إذا وقفت الحرب اليوم لن تعود مدينة صالحة للحياة إلا بعد 20 أو 30 عاما بعد كل هذا التخريب والدمار والغصف بالطيران والغصف المدفعي والقتل اليومي والتشريد وتخريب الممتلكات والأعيان المدنية وبالتالي كل يوم جديد مأساة جديدة للشعب السوداني نعم أشكرك شكرا جزيلا ضيفنا من العاصمة باريس السيد محمد الأصباط الكاتب والباحث السياسي كما نشكر ضيفنا من العاصمة القهرة السيد اللواء بابكر إبراهيم الخبير العسكري السوداني شكرا جزيلا إذن انتهت حلقة اليوم من برنامج وراء الحدث شكرا على طيب المتابعة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر